السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزي الكرام عزيزي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مالو السادة محمد البخاري هذا الفيديو ان شاء الله سيكون بخصوص منحة تيسير 2021-2020 ماشي 2021-2022 لانه المنحة دي الموسم الدراسي الجديد ما زال ما شديتهاش ستشد فقط المنحة دي العام السابق اذا كما تشوفوا في العنوان دي الفيديو رسميا وزارة تربية الوطنية تعلنوا عن موعد صرف منحة تيسير اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو وبقوا معي باش تعرفوا فقاش ان شاء الله غادي تشدوا هاد المنحة دي التيسير اذا وزارة تربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة تعلنوا عن الشروع في تحويل المالي الثالث اذا تحويل الثالث والاخير برسم الموسم الدراسي 2020-2021 في اطار برنامج تيسير للدعم المالي للأسر انك نعرفوا بأن هات تيسير هو برنامج دارة الوزارة باش تدعم الوصر ماليا باش تقري ولدها وتحد من ظاهرة الهدر المدرسي اذا الوزارة غادي تبدأ في تحويل المالي الثالث رقم 3 دي الموسم السابق 2020-2021 وفق البلاغ الصحفي التالي اذا الشروع في تحويل المالي الثالث والاخير برسم الموسم الدراسي 2020-2021 في اطار برنامج تيسير للدعم المالي للأسر وهذا البلاغ تصدر اليوم الاثنين الستادس من دجمبر 2021 اذا نحاول انقرأوا هذا البلاغ بشكل دقيق تنهي وزارة تربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات المستفيدين من برنامج تيسير أنه سيتم الشروع في صرف المنح المالي المخصص للأسر المستفيدة من تحويل المالي الثالث والاخير برسم الموسم الدراسي 2020-2021 في اطار البرنامج اتداء من السابع من دجمبر إلى غاية 31 دجمبر 2021 على مستوى الوكالات البريدية ويغطي التحويل المالي الثالث للبرنامج المرحلة المنتدة من أبريل إلى يونيو 2021 مزيد بدل مزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كتعلم الأمهات والأولياء والآباء ديال التلميذات والتلاميذ يعني المستفيدين من برنامج تيسير تستفيدوا أنه سيتم تحويل ذلك المنحة ما بين 7 دجمبر 7 في شهر 12 هدايا اللي يدخل تل 31 دجمبر يعني حتى الأخر ديال هاد الشهر صافي على مستوى الوكالات البريدية كما كنتو كتشدوهاش حال هادي عادي وهذا التحويل هو الثالث والأخير في الموسم الدراسي السابق واللي كيهم المرحلة من أبريل يعني من شهر ربعة حتى الشهر ستاديا 2021 يعني ديال العام اللي يفات مزيد وحتى يتم تنفيذ هذا التحويل المالي في ظروف مواتية وفق الجدولة الزمنية التي تم عدادها في هذا الصدد من طرف سيدات والسادة المنسيقين الإقليميين البرنامج بتنسيقين مع السيدات والسادة المسؤولين الإقليميين لمؤسسة بادي البانك فإن الوزارة تدعو الأسر المعنية بهذا الدعم المالي إلى ربط الاتصال بمؤسسة تعليمية المستدفة تداء من تاريخ المحدد أعلى وذلك من أجل الحصول على وصل الأداء موقع من طرف السيد رئيس المؤسسة تعليمية والذي يحدد الوكالة البريدية المخصصة لاستخلاص المنحة وكذا اليوم المبرمج للمؤسسة تعليمية لاستلامي من حاتي برنامج يتيسير إذن هاد الفقرة الوزارة كتدعو فيها الأسر ديال التلاميذ بأنهم يربطوا الاتصال بالمؤسسة تعليمية يعني يمشوا عند المدير يعك باش يشدوا من عنده واحد الوصل ذاك الوصل شنو فيه؟ فيه الوكالة البريدية المخصصة باش تشد منها الفلوس ديالك يعني شمن بلاسة غادي تشد هاد الفلوس ديالك وكذلك اليوم المبرمج للمؤسسة لأنه كما كتعرفوا كل المؤسسة كيبرمجوا لها مثلا واحد ثلاثة ايام والاربعية كتكون مخصصة لذاك المؤسسة هذه يعني مثلا المؤسسة معينة عندها من سبعة حتى تسعود مثلا يعني خصة تمشيه في هذه الأيام هذه سبعة ثمانية تسعود وهذا الشي غادي يحدد لك ذاك الوصل اللي غادي تخدم عند المدير هذا ويتعين على كل أسرة مستفيدة من هذا التحويل المالي تقديم بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بوصل الأداء للمسؤول بالوكالة البريدية المعنية إذن ذاك الولي ديال الأمر ضروري يخصو يدي لكارت دياله ضروري وكذلك يخصو يدي ذاك الوصل اللي شدو من عند المدير باش يعطيه ذاك المسؤول في البوستة وذلك من أجل استخلاص من حتى يصير مع السهاري على احترام الجدول المحددة لكل مؤسسة تعليمية وكذلك التقييد بالإجراءات احترازية المعمول بها للحد من انتشار الوبع مزيدا وكذلك كيقولون هنا بأنه أعلى الآباء احترام المدة المحددة لكل مؤسسة يعني المؤسسة ديالك من 7 لتسعود أولى من 7 لعشرة خصوك تمشي من 7 لعشرة مؤسسة ديالك مثلا من 10 لعشرة من 14 خصوك تمشي من 10 لعشرة من 14 صفي؟ يعني خصوك تحتارم ذاك الجدولة المحددة للمؤسسة ديالك وكذلك من طبيعة الحال أنك تدير الإجراءات الاحترازية ديال الحد من انتشار وباء كورونا يعني تدير الكمامة والتباعد الجسادي إذن هاتش اللي كان عندي في هذا الفيديو وفقكم الله وسدد خطاكم أتمنى كل التوفيق والنجاح لجميع تلميذات والتلاميذ والله يستر الأمور كان معكم الأستاذ محمد بخري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته